نصط ضيف الشاعر والفنان اللبناني سليم علاء الدين يلي عانى من خسارة منزله بجنوب لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي واضطر للنزوح ع بيروت ورغم هالظروف الصعبة ما تخلى سليم عن رسالته الفنية والإنسانية واليوم عم يتعاون مع جمعية أوث لتقديم الدعم النفسي للنسحين والمتضررين رح نتحدث معه عن رحلته الشخصية ودوره بالتخفيف من معاناة الآخرين بالبداية أهلا وسهلا فيك سليم شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيك شو الأخبار؟ أخبار مثل ما شايفة وضع وضع يعني احنا بحالة حرب هلا وبيوتنا وضيعنا وأرزاقنا راحت ما فينا نقول إلا الحمد لله الحمد لله يعني وفي ناس أصحابنا كمان استشهدوا وشعبنا عم ينباد بلبنان أو بفلسطين يعني حضرتك سليم في قدة بيتك وكانت رحلة نزوحك صعبة يعني أنت ما كنت مخططة إذا فينا نقول فيك تخبرنا شوي عن هالتجربة أنا فعليا ضيعتي موجودة على حدود لبنان مع الجولان وفلسطين يعني هذا المثلث الأجمل والأكثر خطورة بهذا الوقت وبلش الضرب طبعا من أول يوم نحنا وخصوصا بايته على أطراف الضيعة يعني بين كفر حمام وكفر شوبة فبطبيعة الأمر كان الموضوع شوي خطير بالبقاء يعني بقي ناس بأول مرحلة بالضيعة بس الحارة طبعي هي من الحارات اللي كانت مستهدفة بشكل دائم فالناس اللي فيها ما بقيوا فيها إجمالا شي نزل على الضيعة شي نزل ابتعد أكتر وصرت طل هيك طلعت من وقت للتاني لا حد ما اشتدت الحرب وراح كل شي يعني كان في صعوبة بأنك أنت بيتك هي راح كل شي كلمة منها منهايني يعني البحث بس يقولها إلا وقع كتير كبير عليه كيف إذا كانت على شاعر وفنان طبعا بس أنه أكيد بإذن الله راح نرجع نعمر بس كمان بنفس الوقت يعني في حالي ما فيك يعني ما فيك توقف قدامها الأرض أنت اللي اللي بتأكل منها وبتشرب 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 خيراتها قدامك تتعب عليها هيدا الأرض ما بعرف أصلا إذا قادرين نرجع نستصلح بعضا لأنه يمكن يكون يمكن يكون فوسفوري حسب ما عم بيقولوا أن الفوسفوري بده سنين لحتى الأرض اللي انضربت فيه ترجع يعني مش ما عنديش معلومة دقيقة بس هيدا الكلام اللي عم نسمعه يعني فحتى لو بدك ترجع تزرعي فيه سنين بده تقطع لحتى ترجع الانتاج يعني كمان هلأ هون برضو برجع بقول الحمد لله إنه قضيت بهالآد وخسرتنا بالأرواح اللي اللي استشهدت كان بلبنان أو بفلسطين وخصوصا الأطفال الأطفال اللي مش عارفين شو عم بيصير أصلا تخيله أنا هيدا بالنسبة لي أقسى من خسارة بيتي وخسارة أرضي مع أنه أنا حقي أن يعيش عيش ببيتي وحقك أنه تزعل على بيتك كمان طبعا طبعا بس قد ما في مقاسي يمكن الواحد ما عاد إله عين يزعل على حزنه يعني بتحس حالك إيه إنه عشو بدي إزعل يعني لاك غيري شو صاير فيه بس طبعا لا ما بننكر إنه ما بننكر حزنه وبالعكس بنمارس حقنا بإنه نزعل مثل ما عم تتفضلي هل ساعدك الفن بالتكيف مع الصعوبات بعد نزوحك عبيروت هل كماشت ألمك أقدرت إنه تكتب أما بعد هيدا الموضوع بعده إجمالا إجمالا أنا صار أكتر من شغلي معي أوكي كتبت بعض الأشياء استرجعت أشياء شغلت تلحنت حتى وتغنت بس إجمالا أنت وبالنار ما فيك تكتب عنه أنت وبالحالي ما فيك تكتب عنه لأنه عم تعيشيها يعني إجمالا لتبعد شوي بتحاولي بس ما رح يطلع بدكت بعدي شوي لحتى تشوفيها تشوفي الصورة بأكمله وساعتها هي كله هلأ بيكون عم يتخزن عندك ويمكن بهذا الوقت المعاناة أكبر من إنه الواحد يكون مش ألم طبعا 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 شوية حكي يعني يا الله شو بدون يعملوا يعني هذا الشي بيعملنا مثل علاج لقلنا إلى حد ما بس بس شو بدون يقدم بالمعركة ولهيك أنت اتجهت للعمل مع جمعية أوث؟ لا لا فيك تخبرنا عن تجربة أكتر؟ لا أنا من خلال صديقة الدكتورة رسيلة بوزهر تعرفت على المشروع الحملة وتوصلت معهم طبعا أنا عرفت مسيرتهم الإنسانية والعمل الإنساني لجمعية أوث وأستاذ عباس بازي رئيسها وكل العاملين يعني فيه شي يعني فيه مصدقية بالعمل عندهم وهني أصلا شغالين من أول الحرب بدعم النازحين عاملين مطبخ عاملين شغل تاني فتلعبوا بفكرة هي العلاقة بالدعم النفسي للأطفال النازحين بالمدارس بأكتر من منطقة وسأنه هلأ ضمن الإمكانيات ببيروت عم نكون أكتر توصلت معهم عملنا هكي فريق تقسمنا ثلاث فئات الأطفال المراهقين والأصغر والأصغر ومختصين مجموعة من المتخصصين بالشأن التربوي والفني والنفسي عم نجرب قد ما فينا أنه نشتغل عم تلاقوا تجاوب من الشباب من المراهقين حالتهم النفسية كيف عم بتكون طبعاً هو طبعاً أنت عم تحكي عن الناس جاي من بيوتها قاعدة كانت بيوتها مرتاحة ما في شيء معززة مكرمة هاي ففجأة لقت حالة عايشة بقى مجموعات من الناس أخرى وعلى فكرة يعني ما في حالي بتشبه التانية بس كل الحالات صعبة يعني اللي عم بنشوفه بصراحة يمكن قلتلك قبل ما نطلع الهوى أنه نحن اللي عم نشوفه بعد ما نخلص بعتقد نحن رح نكون بحاجة لدعم نفسي هل قد الوضع صعب؟ ايه طبعاً بيمرق لأنه بيمرق عندك ناس عندهم آآ أواية في ناس فيه أطفال أواية بس فيه أطفال مدمرة بس حتى الأوي هو هو يعني يتظاهر بالقوة أكتر وأوي للحظات ايه للحظات ما بده انكسر بس أنه هو باللحظة اللي بيختلي بنفسه شو بتكون حالته شو بتكون وضعه فهيدي الإشياء عم نسمع عم نسمعهم عم نشتغل معهم أنشطة وحكايات وخبار لحتى نجرب نساعد نفسنا كمان مش بس نساعدهم بأنه نتخطى هذه المرحلة كيف الفن فيكون وسيلة للتعبير عن الألم لهيد الأعمار؟ طبعاً طبعاً بيقدر يكون أي نوع من أنواع الفن أنت هلأ جيب لي طفل جيبك مصطفل جيبه واحد عمره مئة سنة هلأ أعطيه ورقة وقلم وقليه رسال الحالة النفسية تابعه برسمته راح تبين فكيف الطفل؟ يليله كتاب عبر حكيه هذا كله فن بالآخر صح وبيوقف الموضوع مش بيوقف هون قد ما فينا نقول أنه بيطلع هون بس هل بيطلع بشكل كامل هون ولا بيضل في ترسبات؟ أكيد أكيد هو حسب كمان حسب شخصية الطفل يعني أو هذا أنه ممكن تلاقيه عم بيحكي كل شيء في حدا تاني مثل البشر كلهم يعني أن الأطفال بيبلش شخصيته من وقته يعني فهو ممكن يجي حدا بلش يحكي يحكي وكل شيء يقوله في حدا تاني بيتكتم في حدا بده وقت بيقدر بيجع بيصير يحكي بده يوسق فيك أنت عم تتعاطي ما بده يوسق فيك أهم شيء مين أنت اللي بدك تعرفه؟ وليش؟ هل فيه هدف من أنك تعرف ولا فيه؟ لمسا لا هالأسئلة بتكون براسه كمان هل بتم التجاوب عليها قبل ما بيبلش يوسق الولد؟ فيه طرق هلأ فيه طرق يعني ممكن نستعملها حتى نوصل نوصل لثقة الولد وهذا شيء يعني بيجي بأكتر من طريقة بس بنوصل يعني بنوصل بالآخر غالبا بنوصل إن شاء الله لأنه يوثق ويبلش يحكي يعبر ويعبر مش بالضرورة يخبرني خبرية متل مصارت موة مهم أنه يحكي مهم أنه يحكي مهم أنه يحكي هو هذا التعبير والحكي هو أصلا جزء أساسي من العلاج يعني أنا مش مختص بس أنه هذا يعني بالدراما ثرابي وبيل إذا بدك العلاج بالفن بينحكي كتير بهذا الإطار إذا بدنا نروح على الشكل الدراما هل في أعمال كانت موجودة والتغت؟ كتير كتير يعني فيه فيه هلأ يعني أنا بصراحة ست بروجيات كانت هلأ آخر مرحلة بقي واحد اشتغلناه يعني وصورناه وهو دوكو دراما والباقي يلتغى يلتغى وفعليا انتقل انتقل لمطرح تاني يأما تأجل إلى أجل غير مسمى للأسف للأسف ما فينا يعني قداش نحنا قادرين كمان يعني طبعا مع أنه نهار اللي طلعت على التصوير صراحة يعني حسات أنه ثرابي لإلي طبعا أنه أنت بالآخر كل هذا التوتر أنا أصلا يعني كل ليلة كل ليلة تعرفي مرأة فترة بمحيط بيروت حتى استهداف الضاحية كل ليلة عم نسمع وعم نسمع كل شيء يعني ده يبقى كل الليل مش نايمين وبننطر إذا في حدا لأنه بيطلع لك انذار بعد ربع ساعة بيضرب يعني وأنت بيلحق العالمي في الم بالضبط فالواحد إذا مش خايفين على حاله كان هو بأمان بد يخاف على أهله على ناسه على أصحابه بالضبط فمضطر يبقى على التليفون ليشوف الإنذار وين لا حتى له حتى يعني ما فيه هيدا النوم العميق النوم المريح نعم وانفقد نعم حوظه بالله لأنهم عميق ولأنهم مريح يعني عم كنا عم نعيش فترة الماضي أنه يوم بيومه هلأ لحظة بلحظتها كنا عم نعيش يوم بيومه هلأ لحظة بلحظتها إذا بدنا نحكي كيف كان الوضع أبابي يعني من وقت سبع أكتوبر لهلأ بجنوب هل كان طبيعي عادي وفجأة صارت الحرب لأنه كنا عم نعرف وعم نسمع بالأخبار في شي بضحك في شي بضحك أنه ناس أنه لو ما تحركشنا فيهن ما كانوا أملوا هيك يعني هذا يا في عنده نقص بالمخايخ تبقه يا أما عايش بغير كوكب نحن قالنا ثلاث أربعة سنين هادي الزنان اللي هلأ طاوش بيروت ولبنان كله كان طاوشتنا فيه بجنوب كأنه في دبان الواحد دراسه كل الوقت كان كل الوقت موجود بشو اسمه بعدين ما وقت ما اعتدوش علينا بكفرشوبر الصيف الذي تلع عفوا اللي كان قبل سبع أكتوبر انسيتو هذا الراعي اللي دملوه بالرمل وبعد يومان قوسوا علينا بكفرشوبر أنه سواء الحكي هذا وأنه الناس مع تصمين عزل لأنه جايين عم بيشقوا أرض في عقلية وهادة العقلية عنا من زمان يعني تخيله أنه لو ما تحركشتوا فيهم ما كانوا أقربوا أولا هني حيقربوا وكينطلوا كل الحالات لا لا من الآخر هي من الآخر اللي قالك شغلة ما بتخلص ما بتخلص الخبرية إلا بانتهاء أو انتهاءنا ونحن ما رح ننتهي هيدا النقطة الأهمة هيدا هي ما فيه فيه صوس حطت هون كل مشاكل المنطقة منها بسببها غير هاك حكي انهزامة استسلامة ما له طعمة أنا بدي منك بس توضح لي فكرة فكرة للناس يعني بيقولوا أنه لو ما تحركشتوا ما كان ما كان صار حربوا يعني ما كل الوقت عم تحركشوا فينا ما كل الوقت كل كل الوقت خرق للسيادة اللبنانية يا أهل السيادة ولا السيادة بجنوب ما غير شي اسمه غير حديث هادي العشد تلاف واربعمية واثنانة وخمسين عفكرة نحن من ضمنا بس ونحن كل الوقت عم ننضرب يعني يعني أول شي من الثمانة واربعين يوم الاحتلال فلسطين عملوا مجزرة بحولة بادوا حولة عن بكرة أبيها بالتسعة واربعين سرق وثلاث عشر ضائعة وبعدهم لهلأ وبقولوا لك انه شو فالحك يا انه عود انت ونضرب ونضرب وعدين لا بيحكولك بالزمن الجميل ومبسوطين الزمن الجميل كان ببيروت وكان ضائعة حوليها لا بشمال كان بشمال عكار ومعكار كان زمن جميل ولا بالبقاع كان زمن جميل ولا بجنوب وخصوصا مناطقنا الحدودية كان زمن جميل كنا عمنا كلها الضرب والقتل وما بعرف شو يعني معك خبر انه مشكلة مزارع شبعة بس لانه الحكومي ورئيس الجمهورية والرئيس الحكومي اللي كانوا بوقت الاحتلالة ما بدوا ان يشتكوا انه في شقفة أرض من عندنا ان شو اسمه اتخذت عشان هذه المشكلة عشان هاك طيب انا مش فهمان يعني ان كيف اذا اهل للضائعة اهل مزارع شبعة معهم جنسيات لبنانية ومعهم وبهوياتهم انه هو من هيدا الضائعة اللي هي قضاء كذا من مزارع شبعة من قضاء حاصبية كيف ركبت معك انه تطلع هي مش لبنانية بغض النظر يعني الموضوع هو بصير انه كأنك انت قاعد ببيتك واجه حدا اخذ لك قوضة مرات خلصك مع العلم انا بالنسبة لقلي انا بدي الجولان وبدي فلسطين كلها من البحر وللنهر واخر هم الخطاب التاني يعني مش فارقة معي هو هيدا هو الخطاب الصحيح والاولة يعني بس يعني شو بديك تحكي فيه تخازل كتير كبير والتخازل طبيعي وفيه ناس عم بيقولولك تاعة استسلم يعني ما علاش فيه ناس استسلموا قبل ما تبلشوا خرب مش تاعة استسلم يعني بغرب اه يعني بدون هيك تستسلم اه لا يعني اذا انت انت خانع انا لا ما هو الموضوع اوقات بيكون بس ما يمسوا للشخص كتير يعني ما يكون قريبة علاه كتير بصير انه ما بيأثر اذا هو عم بصر له شيء ما انا بعد ما اصر لشيء بس هيصر لك شيء دارتي يكون عنده فكرة عن هيدا الموضوع على كل احوال انا رسدي حتى تكون واضحة للقصة هيدول المشكلتهم انه فئة قليلة على فكرة بس صوتهم عالي اجلس سامعين يعني بديش اقول كلمة تانية خلينا بصوتهم فالمشكلة انه قلال بس صوتهم عالي بس اغلبية الشعب اللبناني عم نشوف كتير مطارح لا انا بفتخر بانتماء لهذا الشعب العظيم يلي انجد في كتير ناس اصلا عم ترفض هذا الكلام وعم بتحتضن اهله وفي ناس وعم طبعا طبعا وفي ناس انا بعرف كتير مطارح ما بتتخيلها بيقولولي الناس انه عم يعملوا المستحيل الناس اللي مستضيفين تما يحسسونا بانه نحنا موجودين بمطرح مش مرحب فينا او طبعا نحس حالنا الا نحنا وببيتنا كالله رغم كل الفتن يلي حاول انه يعملوا بالزبع الا انه الشعب اللبناني بيّن تماسكه وبيّن حبه لبعضه لو في فئة صغيرة يعني هيدا الموضوع لا لا في ضيعة بيجي واحد مثلا بيكبله كلمة عم بسكته اهله يعني اكتر من حادثي وانا هيدا الشيء عنجات بيفتخر بهيدا الشيء وفي ناس بتقلك انا كان رأيي مش بلالنا هيدا الخبرية مع انه هنه جايين جايين انه خبرية بلا خبرية اوكي حتى في ناس عندهم قراء مختلفة عن قراءنا بس لا هنه هلا بيقولوا نحنا فيها مش وقت نقعد نتناقش بهذا الموضوع بعدين لو بيتذكروا البداية كيف يعني مش هنه اللي بلشوا يا غني هنه اللي بلشوا قبل كام يوم قالوا سنرجع قالوا جالنت قالوا سنرجع لبنان الى العصور الحجرية قبل سبع اكتوبر كيف يا صح والسيد كان عم بيقول انه بده يعمل وقف لاطلاق النار قبل اغتياله كمان يعني المهم تكون القصة على على اللي صالحنا مديش نحكي بنصر وهزيمي وهدى الشعرات لا بل المهم انه المهم انه ما ما نستسلم ما ننهزم ما ننهزم بكفي اللي نحنا خسرانينه سليم بدي اسألك انا عن رسالتك للاطفال والشباب خصوصي اللي فقدوا بيوتهم من شخص فقد بيته من حضرتك يعني فقد بيته مش كلمة حجر يعني فقد ذكرياته طبعا طبعا انا يعني شو بدي اقلك الحبقات السنديانات اللي مسميهن عشتروت وباخوس المطرح اللي بقعد بكتب فيه هالفيول غير شكل اللي كنت اتطلق يعني اللي كان متل اللي عم بيشتي وحي علي يعني شو بدي اقلك تفاصيل الصغيري بالبيت وقت اللي يطلع بالي قوم قطف شوية لوبية شوية بنادورة وفي لايفلي وروح اعمل لوبية بذاته من الارض يعني يعني شو بدي خبرك هالي تفاصيل بيوجعوا هلأ فاللي بدي اقوله للا كل حدا فقد بيته يا رب الله يعود عليكم اول شيء وبتمنى كل هيد الخسائر ما تفقدكن ايمانكم بحقكن وامانكم باردكن وامانكم بمقاومتكن هيدا الاهم كتير مهم هاك شكرا لعلك شرفتنا عرفون الله يسلمك انا تشرفتها شكرا